نازوة وحسن اللول ومرأة واحدة لا تكفي وأحلام هند وكاميليا ومحطات كتير جدا في حياة ومشوار الإمبراطور، الإمبراطور السينما المصرية الفتى الأصمر، الراحل أحمد زكي ما ينفعش محطاته دي حتى إحنا محتاجين حلقات نتكلم عنها لكن أكيد هو كان دايما في أعماله بيدينا قيمة قيمة تتعلق بالإنسانية، الصداقة كنا بنلاقي شخصية أحمد زكي في أي دور بيلعبه موجودة كده في حياتنا كمصريين منحس دايما طول الوقت أنه كان واحد قريب مننا قوي لدرجة أنه ممكن تفكر أن أحمد زكي ده جارك أو صحبك أو إحنا ممكن يكون أبوك زي ما قلت شخصية موجودة في حياتنا كلنا عايزين نقف على نقطة كتير جدا في حياة الراحل أحمد زكي على قد ما نقدر في الفقرة دي طبعا أنا ننورني ومشرفني المخرج الجميل عمر زهران اللي هيكلمنا عن المحطات اللي شايفها وقف فيها مع أحمد زكي سواء بقى كان على المستوى المهني أو المستوى الشخصي كمان صباح الفول يا فهم من نورنا طبعا وإحنا بنقدم النهاردة حلقة خاصة ومميزة عن الفتى الأصنر إمبراطوري للسينما هاريك كان لك يحتاجك كبير جدا بالفنان أحمد زكي وكونا حتى بنتكلم قبل ما نبتدي الفقرة هاريك بتقولي أنك احتاجك به بالمستوى الشخصي من خلال الأعمال والشغل إزاي ده حصل وأول لقاء جماعكم كان إمتى؟ هو الأول اسمحيلي بس يعني أبارك لكم على البرنامج وحيي قناة النهارة على اللوك الجديد والبراند الجديد وطبعا ببارك لصديقي الفنان الجميل ألبير شفيق على اللمساته اللي بدت واضحة جدا جدا على القناة وإن شاء الله يعني يكون صرح يضاف لساحة الإعلام المصري والعربي إن شاء الله بسي الحضرتك أنا عايز أقولي أنه يعني ما بقى فيه شك أنه أحمد زكي الفنان هناك من هو أقدر اليوم مرة مني على فكرة تحليل أعماله وعبقريته في الأداء وهذه الكارزمة شديدة الخصوصية واللي كانت يعني جديدة على مقاييس الفتى الأول أو النجم الأول في السينما المصرية واللي قدها أحمد زكي أنا عايز أقول أنه يعني هناك كان فيه أكتر من احتكاك بينه وبينه أول مرة أنا كنت مخرج زغير جدا 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 مخرج برامج وكان هو صعب أوي الوصول إليه وإنك تعملي معه لقاء طبعا ساعدتني النجمة الكبيرة الأستاذ صفاء بالصعود بحكم أنه كان فيه صداقة بينهم لأنه دفعتها في المعهد طبعا بس كان صعب أوي فكرة أنك تقنيعي لأنه كان رافض خالص ما بيحبش بيحب اللقاءات التلفزيونية ما بيحبش خالص اللقاءات التلفزيونية مع أنه لما يعد معاك يتكلم باستفادة لدرجة أنه يتكلم عن أسراره الخاصة جدا ويدهشك أنه لو حتى أول مرة بيقابلك ممكن يكلمك عن أشياء شديدة الخصوصية أنت دي بقي مندهش هذا هو حتى يمكن في اللقاءات الصغيرة اللي شفناها ليه أو أستاذ عمر أنه حتى في اللقاء كانت دايماً بيباع عنده أداء يعني هو ما كانش بيحب اللقاءات بس كان ممكن ينفعله ويتأثر كأنه بيمثله موجودة على شاشة أو في حادة طبعية ده يمكن سبب عدم يعني أنه ما كانش بيفضل يعمل لقاء تلفزيوني كان بيحب يعيش يقابل الناس من خلال الشاشة بشكل أكبر أصلا هو كان بيعتبر أن اللقاء التلفزيوني زي يعني وقفه قدام أي كاميرا هو كان بيتصور أنه ده بيتطلب منه تحضير معين ومود معين وشكل معين في الأداء بس لما كان يحس بارتياح كان يدهشك يدهشك بصرحته بطلقته وكان هو يعني هو يحب كان يفضفض هو يحب يتكلم كتير النجم الراحل الله يرحمه بس أنا لفت نظري أنه فكرة أنه وقتها كان لسه بدأ في فكرة أنه يقيم إقامة كاملة في فندق وقت محركه عايز تصور اللقاء ده وسألته أنت بتقيم في فندق ليه قال لي كان عندي حلم عمري أن أنا يكون عندي بيت وشقة وفي مكان جميل ولما تحقق اكتشفت أني عمري ما كنت متخيل أنه سعيدني كده كان فكر أنه هيكون سعيد قوي لما يكون عنده بيت فخم جدا في مكان راقي في القاهرة بس لما قعد لوحده لا أنه ده ما حقلوش السعيدة لا أنه هو مفتقد شيء معين فراح يقيم في فندق عشان يحس بالدوشة بتاعت الفندق وأنه فيه ناس وأنه يصحى وأنه يكلم حد يجيله وأنه يطلعوا له دلوقتي وأنه ينزل اللوبي تحته وأنه يطلع يعني كانت فكرة أنك لو درستي لماذا اختار هذا النجم أن يقوم في فندق ويترك بيته ويغلقه دي كانت فصل في حياة أحمد أولا أنا عايزة أقول أنه يعني أتمنى أنه الكتاب ما يتسرعوش حينما يقرروا أنه ما يعملوا حياة أحمد زكي يا دي جزئية أقف محرك عليها بس أنا عايزة الفنانة صفاق بالصعود عشان دي توسطت لحضرتك عند آه آه يعني آه في أني أقبله ده ده من الحاجات آه إنك تقبله آه في أني أقبله أول بقى ما دخلت قابلت الفنانة لما قعدت تكلمت ما قعدت فجئت بأنه حد يعني متخيلت أن أنا بعرفه من سنوات وأنا كان لسه كنت صغير قوي بس بدأ شعري يكون أبيض فعلى طول راح قال لي أنا عايزة تصبح شعرك فقلت له ليه آه قال لي ليه دي بدري لسه بدري أنت ليه مستعجل على شعر الأبيض فتحكت وقلت له إن شاء الله المهم ما قعدنا رتبنا للحلقة الموضوع اللي أنا حب أحكيه في هذا السياق أنه لما جلنا القناة علشان يعمل اللقاء يكون اللقاء فحصل معه موقف غريب جدا إنه الأمن برة قال له ممكن بتقتك يه فهو قال له بتقتك أنا قال له طب لحظة أنا أجيبها من العربية أنا أخذ بعض ونازل مش طبعا حصلت كرسة بلون الدنيا تقلبت وبعدين أنا حاولت أكلمه وعملت المستحيل ما طلع طبعا رحت أخذ عربية وطلع على الفندق ريح له هناك قلت له أنا بس هقولك على حاجة أنا بطمنك الولد تفصل قال لي بتقول إيه الولد تفصل مين فصل قلت له فصلوله لإنه إزاي يعمل معك كده قال لي لأ أنا ممكن نجي معك دلوقتي فورا بشارب الولد ده لو تفصل أنت مش هتشوفهش تاني خالص ياه آه والله العظيم وأسره أنه فقد جه لمجرد أنه قلت له أنه إحنا أن الولد تفصل من القناة بتاع الأعمال برغم أنه موقف الولد داي وأصلا لكنه ما كانش بيحب أنه حد يعني يتضرر بسببه أنا بدرسلك الشخصية يعني إزاي هو انزعك جدا جدا لمجرد أنه عارف أنه إحنا أقدمنا على فعل شبك ورح راجع معايا وراجع جاب الولد وقال ليهات لي رئيسه نسي الحلقة ونسي البرنامج ونسي وقته ونسي كل حاجة وقال له بص أنا هاخد تلفون الولد ده لو عرفت أنه أنتو مستوه بأي حاجة بجد هزعب جدا أنا رجعت مخصوص بس أنا عايز أسأله سؤاله واحد فروا قال له أنا عايز أعرفه وأنت فعلا ما تعرفنيش عشان تعقلتني فالولد الحقيقي كان زكي وكان لطيف جدا قال له لا أنا حبيت أقول لهم عندي في البلد إن أنا وأفتح مزكي وضلها المدعطة وقت البطار وتم تصوير الحلقة تصورنا بقى الحلقة وقت وانتجمه تم وقت تصوير بقى الحلقة ما كانش مثلا بيقول لك لا نقف هنا شوية لا 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 أو مثلا هو برضو كان عنده نظرة بقى تتعلق بالحتة الفنية والديكور والكاميرا أحمد زكي كان أو يقول لك لا 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 أنا حس إن الإضاءة دي هو كان يحصل له تواصل مع الشخص إن كان سوري حتى على أصغر الفئات اللي موجودة في المجتمع لو حس بارتياح مع الشخص يتحول خلاص بيسيب نفسه يتحول بقول لك كإني بقول لك أول مرة روحت قابلته حدثني في أشياء شديدة الخصوصية خاصة بيه كان من الحاجات اللطيفة اللي عملها معي قوي إنه أنا ماشي راح جيب لي برواز لطيف جدا فخم جدا شيك قوي وقال لي ده من جنوب أفريقيا وده سورالية وانا عايزك تحتفظ بها تحطها فقط وعملت كده الوقت طبعا ما ما زال لحد الوقت وما زال لحد الوقت لحد الوقت وبعتزي بيه بشكل لا يمكن لأنه ما طلبتوش يعني ما طلبتش منه وكانه بيقوله أنه هو يعني عارف زيل بيقوله اللي في جيبه مش لي يعني بيقوله أنه دايما أحمد زكي كان لما حد يقابله مثلا في كهواليس أنه يحب دايما يعد مع الناس يا إياه زي من الناس يبقى عنده علاقات من خلال الناس اللي بيشتغل معاهم علاقات إنسانية حلوة حتى لو كانت بتعبير زي العمل ومع حضرتك برواز ونفسه واناك تحتفظ لا هو كان عنده نوع من أنواع العاطفة الجياشة بشكل عجيب قوي ومعطأ بطريقة تندهيشلها وتبقي أنت قاعدة فبصلاقي روح جايب بإزازة بارفهم وروح بمعالي خدي دي مش عارف يمسك حاجة يفتح واللي خدي هو يعني أحمد زاكي قدر يكون هو ضرب مثل لفكرة إنك لما تعيش الحرمان والحياة تغضيك عليك تحس قد إيه ما يتحولش ده الحقد دفين وده الموضة للوقت اللي حد يبرر لنفسه طوال الوقت أنه قد عاش أياما حزينة أنه عانا هو صغير أنه معقد أنه هو كبر فوق عقده وكبر فوق محنه واكتشف أنه عطاءه ده جزء كبير جدا جدا من التعويض على الحرمان اللي هو عاشه يعني عايز أقول إنه كان فيه موقف آخر الحقيقة معاه مرة الأيام وأنا كنت شوية يعني كبرت في مجالي لحد ما وعمل فيلم السادات هو كان دايما يعني مرات عديدة جدا جدا يدعوني لإن أنا شوف معه الفيلم بتاعه يعني حب يمكن رأيك الطريقة اللي أنت كنت بتكلمه بيها بطريقة فيها صرفة ريحية أفتر بالضبط فإن أنت أو أنت موجود تبقى موجود في لوكيشن تصوير لا أنا ما كانش عندي صداقة كبيرة معاه أنا كان عندي احتكاك يعني كل ما يكون عندي مشروع شغل أو هو عنده فيلم أو أنا هصور معاه كان بيقولك تعال آه آه بس كان يظهر كثيرا من الود ومن الحب وكان حتى يقولي لما رحت له بعدين في أيام السادات وقلت له أنه فيه أصدقاء لي من أمريكا نازلين مصر مخصوصة يابلوك وعندنا فكرة أن احنا هناخد الفيلم هناك هنعرضه في أكبر دور سينما في أمريكا وأنه هيدفعوا رقم جيد جدا جدا وهيستضفوك أنت وأسرة الفيلم وأسرة السادات هكون موجودة ساعد يعني كان ساعد جدا جدا وبعدين قال لي حاجة الحقيقة ده يوريك أحمد قال لي بص أنا هعمل الموضوع ده وعايزه ينجح عشان أنا مبسوط أن أنت كبرت يعني آه قال لي أنا عايز أكبرك قدامهم والله العظيم يعني هو فاكر وحاس أنه وهو كان عارف أن أنت كنت لسف لما عملت اللقاء معك وتلسف تبتدي آه بالضبط 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 فبقى مبسوط وفخور أنه قابلك بعدها بسنين وكان بيشاركنا هذه اللقاءات المنتج الكبير وصديقه سزوائل عبدالله لأنه حضر معنا هذا الاتفاق نزلت المجموعة بتاعت أمريكا علشان نروح نقابله وياخدوا الفيلم منه واستقبلهم استقبال رائع جدا هما كانوا فرحانين بقوي وبالفعل اتفقوا على رقم كبير قوي هو كان حتى سعيد سعادة غير عادية لأنه كان دفع فلوس كتير قوي في فيلم السادات وكان بيعيد مشاهد كتيرة جدا في الفيلم ده لا كان خلص خلاص لا هو وقت تصوير الفيلم ما كانش بيهتم بقى بناحية الصرف والعملية الانتاجية كان ممكن يعيد المشهد لا أحمد في الشغل كان أكتر من هذا أنا دايما يعني صديقي الجميل الفنان محمد رجب قال جملة يعني استقفتني قال لي عارف عمر أحمد زاكي في كل شخصية أداها كان بتاخد من دمه ومن طقته ومن عمره ومن شبابه أعصابه لحد ما كل الشخصيات بتاعته ما كانش فيه أحمد زاكي يعني يعني مع مرضه مع مرض كمان وهو بيقادي دوره في حليم عبد الحليم خافز وهو بيناذع في لحظاته الأخيرة كان أحمد زاكي هو كمان بينازع في الحقيقة وتعايش مع الدور يعني تحمل الألم ألمين ألم المرض الحقيقي اللي هو بيعاني منه وألم اللي هو بيحس بيه من تعايشه مع الدور اللي بيقاديه أنا الحقيقة يعني يعني وانا آسف يمكن رأيي يكون صادم بالبعض بالنسبة للفيلم حليم ما كنتش أتمنى أنه يكون يتعامل رغم أنه وثيقة يعني دلوقتي بيعتبر وثيقة لأحمد زاكي مش لحليم أنه يعني من الأسرار اللي قيلت وأتمنى يعني أنها يكون حقيقية لكنها حكيت لي أنه في لحظة من اللحظات هو ما كانش يعرف اتجاه الكاميرا فيه وقيل أنه أنه نظر وتأثر جدا بس هو يظل وثيقة عظيمة جدا 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 لنجم مثل حتى هو بيموت يعني ما شفناش بنجمة أنا بس أنا آسف هايزة كمل لقد قصة بتاعت أمريكا لأنه الناس نزلوا كنا خلاص على وشك التوقيع وحدثت أحداث برج التجارة العالمي حينما تعرض لمحاولة الدرب ها هدى شهر ستمر ها الناس طروا لأنهم يرجعوا أمريكا بسرعة وأجلوا توقيع العقد وقالولوا نحن أسبوع وهنرجع تاني الحياة أنهم أتكلموني من هناك عصرت مفجأة عجيبة جدا قالوا لي عمر الفيلم موجود سديهات في أمريكا ومال الدنيا سرق الفيلم وطبع على ديفيدي وسديهات تم ترجمته بشكل غير شعري وتم معرف اللي هو ما يعرف باسم الكرسانة دي اه حدث أنا من المرات القليلة النادرة اللي ما كنتش أتمنى أن أعيش هذه اللحظة مع أحمد زاكي لأني شفت وجع وحزن دفين وشديد جدا جدا ظهر لأنه يعني كان الموضوع بالنسبة له ماديا بقولك أنه كان فيلم سدد صرف عليك سمعتقدش يعني وإحنا بنختم كده مع حضرتك أنه أحمد زاكي كان يعني حتى لو كان يعني صرف كتير فهو يعني أكيد كان حاسس بقيمة ما يصنعه وكان بيؤدي ده عن خناعة كبيرة جدا وأكبر دليل أنه هو حضرتك يعني شوف عدة سنوات ورحل عن الإمبراطور الأصمر وما زلت بتذكر كل حاجة حتى الدفع الإجابية اللي هو كان بيديه لحضرتك في حياتك يعني أنا طبعا يعني مع الأسف وقتنا طبعا الحديث عن الإمبراطور يعني محتاج حلقات كتير لكن نحن طبعا مع الأسف وقتنا انتهى فأنا بشكر حلق جدا المخرج الرائع أستاذ عمر زهران نورتنا والحديث عن نجم الأصمر لا ينتهي زي ما قلت وأكيد هيكون لنا لقاءات تانية بسن الله بشكر حلقنا ورتنا مشاهدينا نهاركم نهار جديد وما زلنا في احتفالية خاصة بإمبراطور السينما المصرية الفتى الأصمر تابعوا معينا هيكون معاكم زميلي خالد عليش بعد الفاصل وتحياتي لكم أسمع مصطفى كده النهار ده خلصت شوفكم بكرة في نهار جديد